أقام مجلس محل أمن الزهور وبالتعاون مع دائرة المرافق الاجتماعية والبرامج في أمنة عمانة الكبرى يوم الأحد فعالية أكلات شعبية لكبار السن في حديقة أسماء بنت أبي بكر بمنطقة ضاحية الزهور بالعاصمة عمانة القائمون على هذه الفعالية قالوا بأن مثل هذه الفعاليات تزيد الترابط بين كبار السن وفئة الشباب وتنمي في الشباب روح احترام كبار السن وتقديرهم وهذه المبادرة هي أصلا مشاركة مع المؤسسات الحكومية مع المجتمع المحلي لتفعيل دور الإنسان الأردني حقيقة نحن اليوم بهذه المبادرة هي تكريم لكبار السن وأيضا احترام لشبابنا من صغار السن وهذا هو التفعيل المجتمع المحلي مع المؤسسات الحكومية نحن عندما نقدم هذه الخدمة لكبار السن هي احتراما وتقديرا فبالحديث النبوي الشريف يقول ليس منا من لم يقدر كبيرنا أو يوقر كبيرنا ويحترم صغيرنا بشكر أمانة عمان والمرافق والبرامج الاجتماعية على هذه الفعالية الناجحة طبعا احنا هذه الفعالية عملناها لكبار السن بتضمن أربع محاور لمحاور التطوعية ومحاور الترفيه ومحاور محاضرات توعوية لهم وبشكر المهندسين ينسي على بحيان على هذا الإنجاز والله المبادرة يعني أنا بتصوري يعني بتزيد أواصل المحبة بالمجتمع المحلي وترفع يعني نسبة التواصل بين أهل المنطقة وأمانة عمان فاحنا الحقيقة هذا مشروع مبادرة تشاركية بين مجلس الأمانة عمان وبين المجلس محلي في مركز أمن الزهور وهذه طبعا من الفعاليات اللي مفروض أصلا تصير فاحنا نشكر يعني حديقة أسماع على هذه المبادرة الطيبة وزي ما شفتوا أنتم حضرتكم يعني كان التواصل كثير طيب بين أهل المنطقة وبين الحديقة وبين المجلس محلي مركز أمن الزهور فثانية يعني أن نكرر شكرنا لحديقة أسماع على هذه المبادرة الطيبة